السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالنص الشعري الرياضة مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم السدائي الصفحتين 221 و 222 إذن سنبدأ بفقرة أستعد للقراءة التحاور مع زملائي وزميلاتي إذن حول دور الرياضة في شهرة الدول إذن دور الرياضة في شهرة الدول إذن يمكن أن نقول مثلا تعمل الرياضة على التعريف بالأوطان على الصعيد العالمي وذلك من خلال الأشخاص والرياضيين الذين يمثلون بلدانهم في المحافل الرياضية الدولية سؤال الموالي من ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة وأقرأ البيت الرابع من القصيدة ثم أتوقع مضمون القصيدة إذا لاحظوا معي الصورة فيتمثل عدة أنواع من الرياضات بالنسبة للبيت الرابع يقول الشاعر فحيي معي الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين إذن فبعد قراءة البيت الرابع بطبيعة الحال وملاحظة الصورة أتوقع أن يتحدث النص الشعري عن فوائد الرياضة إذن نتوقع أن يتحدث النص الشعري عن فوائد الرياضة نمر الآن إلى قراءة القصيدة بعد ذلك سنجيب عني الأسئلة الرياضة أعز الأسد أمنعها عرنا وأشجعها إذا لاقت قرنا وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين سبيلك في الحياة سبيل جد فلا تتبع سبيل الهازلين فحيي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين وتبعث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسلين فإن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاثفين وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسان معين هناك نبلغ العلياء زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين إذن هذه هي القصيدة لعمر فروخ من مجلة الرياضية إذن بالنسبة لشرح القصيدة أعز الأسد أمنعها عرينا وأشجعها إذا لاقت قرنا يعني الأسد يقصد بها السباع والأسد فاللي كتكون عزيزة النفس هي كيكون العارين ديالها متين أمنعها عارين يعني كيكون العارين ديالها ما تقدرش تقيسه ما تقدرش توصليه وأشجعها إذا لاقت قارنا يعني الأسد من التي تتلقى وحد الأسد وحد آخر فهنا تتبين الشجاعة دياله لأنه كيكون قارين يعني رياضي هناك نهضر على المنافسة رياضي مثلا كيمارس كرة القدم مع رياضي آخر كيمارس كرة القدم هنا تتبين الشجاعة وأوسعها صدورا في نزال إذا داقت صدور النازلين يعني أنا أنت منافس ديالي ماشي بالضرورة أنني يعني نتعامل معك بطريقة سيئة ويكون يعني ضيق الصادر ومن حملك شو هذا ولا بالعكس نتعامل معك بكل روح رياضية سبيلك في الحياة سبيل جد فلا تتابع سبيل الهازلين يعني شو واحد اللي بغير يوصل في هذه الحياة خسو تتابع سبيل جد الاجتهاد ويخلي عليه الطريق ديال الهازل وليتضيع مضيعة الوقت إلى آخره فحيي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين إذن الرياضة فيها بزاف ديالفوائد بحلاش تزاودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتينة يعني كتقو الأجسام وكتغرس فيهم الخلق وتبعث فيهم روحا شريفا يعني الروح الشريفة من اللي تلقوا المتاعب يعني تيواجهوا هذه المتاعب يعني بكل بسالة بكل شجاعة فإن نزلت بأرضهم الرزا يعني المشاكل والمتاعب كيتعاونوا كلهم وتتكاتفوا تتضامنوا وتتعاونوا باش أنهم يعني يواجهوا هذه المتاعب وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمينة يعني الإنسان مع مروء يفتخر بالعزم يعني إلا إلى أنت الهدف جيلك هو أنك تنشئ واحد الوطن اللي هو أمين فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسانا معينة يعني دعوة ديالشاعر باش أننا نكونوا رياضيين يعني أقوية البنية ونكونوا في الأرض كنعاونوا الناس وكنساعدهم طبعا تحديك القوة اللي عندنا هناك نبلغ العلياء أزهم يعني في هذه الحالة نقدروا نوصلوا للعلا ونوصلوا المراتب العليا ونرفعوا الرأس ديالنا في المحافل الدولية الرياضية يعني العالمية والوطنية إلى آخرين إذن سنجزوا الأسئلة مباشرة سنبدأوا بأغنية راسيدي بعد القراءة أغنية راسيدي أستخرج من النص مرادف المفردتين الآتيتين متين ومتكاثف إذن بالنسبة لمتين يعني أمنعها إذن بالنسبة لكلمة متين يعني أمنعها متكاثف يعني معينا بالنسبة للسؤال الثاني ضد المفردتين الآتيتين ضاقت الجد إذن ضاقت يعني أوسعها جاء في النص أوسعها ضيق يعني واسع الجد الهازلين يعني الهزل السؤال الثالث أبحث في القاموس عن معنى المفردتين الهازل والرزايا بالنسبة للهازل هو الذي لا يأخذ الأمور على محمل الجد إذن لكل شيء عنده غير ضحف الذي لا يأخذ الأمور على محمل الجد الرزايا هي المشاكل والمتاعب إذن الرزايا هي المشاكل والمتاعب عندزل السؤال الأول فأفهم وأحلل أستخرج من النص صفاتي الرياضي القوي إذن من صفاتي الرياضي القوي الروح الشريفة الخلق المتين مواجهة الصعاب التعاون والتضام السؤال الثاني أعيد قراءة نص لأستخرج منهما يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق إذن البيت الأخير فهو يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق حينما قال هناك نبلغ العلياء زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين السؤال الموالي أبين وجه الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبات ريادية جماعية بالنسبة للأسود الغابة فهي تستعمل القوة ديالها بشتحفظ على العارين ديالها وعلى ذاك الرقعة الجغرافية اللي كتعيش فيها وكتدفع على السمعة ديالها وعلى بحال ذاك الوطن المنطقة الجغرافية فين كتعيش بحال الوطن ديالها كتبغي أنه يكون قوي ويكون رافع الرأس دياله بين سائر الأمم بحال الرياضة إذن الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبات جماعية هو الدفاع والاستماثة دفاعا عن سمعة وقيمة الوطن السؤال الرابع أذكر مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضيين ورياضيتين إذن من نسبة للشاعر فهو يوجه دعوة مفادها على أن كل رياضي ورياضية أن يتحدى ويتحلي بالأخلاق الرياضية وروح تنافس الشريفة إذن دعوة لكل رياضي ورياضية بأن يتحلوا بالأخلاق الرياضية والروح الشريفة وأن تجمعهم روح تنافس شريفة إذن أفحص توقعه انتلاق من مضمون النص وفهم له بالفعل أن نصي تحدث عن فوائد الرياضة بالنسبة للرياضية أو الرياضية وبالنسبة للوطن بصفة عامة نمر الآن إلى التذوق وأقوم ألخص فوائد الرياضة التي ذكرها الشاعر إذن من فوائد الرياضة التي ذكرها الشاعر تنمية الأخلاق المتينة وزرع فضائل القيم وتقوية الأجسام وتنمية روح التنافس الشريفة إذن هذه الفوائد التي ذكرها الشاعر بالنسبة للسؤال الثاني أبين ما يقصده الشاعر في قوله تزودهم بأجسام شداد يعني تقوي الرياضة الأجسام إذن فالرياضة تعمل على تقوية العضلات وتقوية قوة التحمل لدى الرياضيين سؤال الثالث أعيل بيت الشعري الذي أعجبني في القصيدة وأعلل اختياري له ثم أتغنى به إذن سنعود إلى القصيدة إذن فالبيت الشعري الذي أعجبني هو البيت الشعري الأول أعز الأسد أمنعها عرينا وأشجاعها إذا لقد قرينا إذن في هذا البيت الشعري فالشاعر يحدد وجه الشبه بين الأسد في دفاعها عن رقعتها الجغرافية باستمالة الفرق الرياضية ومحاولتها الفوز بالألقاب والميداليات فكل فوز فهو يمثل فوز الوطن إذن أصدقائي إلى هنا وينتهي هذا الفيديو معيدنا يتجدد إن شاء الله مع تتمة دروس الوحدة السادسة كونوا في الموعيد إلى اللقاء